اشتركوا في القناة والعراق يتصدر قائمة الدول الأكثر فساداً وأدوات الدولة تعجز عن إعادة أمواله المنهوبة مرحبا بكم مجدداً من قتالي إلى استشاري هكذا هو الاتفاق بين بغداد وواشنطن على الوجود الأمريكي في العراق خبراء في الشأن الأمني يرجحون أن تحتفظ تلك القوات بالدور العسكري نفسه لكن تحت عنوين مختلفة بالتزامن طبعاً مع تحذير أمريكي من عودة داعش الإرهابي لكن باسم جديد نتابع التفاصيل في هذا الطب في كانون الثاني عام 2014 سيطرت تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الفلوجة في بداية حزيران من العام نفسه استولى على الموصل وتوسع ليسيطر على نحو ثلث مساحة العراق هنا تدخلت الولايات المتحدة في الثامن من آب بشكل مباشر لأول مرة منذ انسحاب قواتها عبر قصف مواقع لداعش بمساعدة تحالف دولي يضم أكثر من ثمانين دولة أجنبية وعربية بقيادة واشنطن كل ذلك جاء بطلب من الحكومة العراقية في كانون الأول عام 2017 أعلن العراق النصر على داعش الإرهابي إلا أن الهجمات ضد القوات الأمنية العراقية تواصلت بين الحين والآخر ما ترك الأطراف العراقية بين شد وجد من يطالب بإبقاء قوات التحالف لاستمرار الحاجة لهم ومن يريد رحيلهم لانتفاء الحاجة لتواجدهم حتى جاء عام 2020 ليطلب البرلمان العراقي من الحكومة إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد لتسحب بعدها واشنطن في السابع عشر من تشرين الثاني خمسمائة عنصر من قواتها في عهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن قوات بلاده ستنهي مهمتها القتال اعتبارا من نهاية العام الحالي وتبدأ مرحلة جديدة من التعاون العسكري ليعلن العراق الخميس الماضي نهاية المهم القتالية لقوات التحالف الطرفان أكد أن نحو 2500 جندي سيبقون في العراق للقيام بدور الاستشارة والتدريب إلا أن محللون أمريكيون يرون أن من غير المحتمل أن تخلي واشنطن الساحة لصالح النفوذ الإيراني بل تحتفظ بنفس الدور العسكري في العراق لكن ما يتغير هو الرسالة والمسميات وما يرجح الكفة لهذه النظرية هو تحذير الجنرال كينيث مكنزي من عودة داعش باسم جديد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الأمني الأستاذ أحمد الشريف مرحبا بحضرتك أستاذ أحمد أكون سحاب أمريكي على المشارب على الأبواب وبنفس الوقت كينيث مكنزي يمكن سمعت بتقريرنا يحذر من عودة لداعش بمسمى جديد الكثير ما يتفقوا إياه كينيث مكنزي ويقول أن الأغراض هي سياسية وتفاهمات وحوارات ستراتيجية أكثر مما هو عودة حقيقية لتنظيم داعش تتوقع نفس هذا التحليل برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم بالحقيقة هناك حوار استراتيجي جرى بين الولايات المتحدة وبين العراق وتم بموجبه التفاهم على الدور الذي سيلعبه التحالف الدولي والولايات المتحدة في قادم الأيام لا سيما أن هناك قضية يجب أن يجري توضيحها للرأي العام العراقي أن التحالف استراتيجي بين العراق وبين الولايات المتحدة يلزم الولايات المتحدة في بقاء عسكري ضامن لنفوذها على اعتبار أن الحليف من حيث التصنيف في السياسة الخارجية الأمريكية هو جزء الذي يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي والمجال الحيوي للولايات المتحدة ولا بد من وجود قوات ضامنة لإبقاء على المجال الحيوي للحلفاء الولايات المتحدة فضلا عن أنه من حيث التقييم لا زال العراق يقيم بوصفه دولة تمثل بؤرة لتهديد الأمن والسلم الدولي ما يقتضي استمرار القرارات التي صدرت من المجلس العلمين في ضرورة البقاء عسكريا لتأمين مستلزمات إدارة معركة ماجحة يعني على شو استند كينيث ماكنزي أستاذ أحمد على شو استند من قال ممكن رح نشوف داعش لكن بمسمى جديد ده يهدد بوجود داعش جديد وخلل احنا عدنا قوات أمنية وخبرات عسكرية وتحالف بقوات حتى مفقط أمريكية يجي كينيث ماكنزي على غفلة أكو قضية أكبر كأنما هذا التهديد يقول داعش وإحنا شفنا داعش يسوى شيريدي يقول أمريكا شيريدي تقول هو فقط داعش برأيك هو من حقيقة قاعدة أكو مخاوف أخرى يعني ما محصورة بداعش نعم هي القاعدة ومن بعدها داعش هي أدوات في دارة الصراء وعدما تنتفي الحاجة للأدوار تستحدث أدوار أخرى فيوم انتفت الحاجة للقاعدة ظهرت داعش كجزء لا تجزء من معادلة إدارة الصراء فهي أدوات ممكن أن تتغير فيها الحاجة والأدوات وتتغير حتى المستمعين حاجة من يحتاجها لذلك يبقى أحسنت ما يعني هنا أنه هل التهديد قائم أم لا الجواب أن التهديد لا يزال قائم إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنه لا زلنا على مستوى القدرات الوطنية نفتقر إلى إدارة معارك ضمن المفهوم الحروب الحديثة لا سيما فيما يتعلق بالسيادة الجوية مسكي الجو الاستطلاع الرصد الإلكتروني الإسكات الجوي لا زال بالحقيقة محدود جدا ما يقتضى أن تكون هناك مهام قتالية ساندة لحين أن تكتمل البلد التحتية للقدرات الذاتية لكن دعني أوضح حقيقة مؤداها أن هناك رغبة للولايات المتحدة تأسيسا على لذرية تبلناها ترامب وورثها بايدن هي قضية الترشيق والترشيد الولايات المتحدة ترى أن حلف الناتو فتح إجناحته بعمليات واسعة على مستوى الرقعة لكل حلفاء في العالم وبالتالي هذا بدأ يثقل على موازنة الحلف التي هي معظمها من الولايات المتحدة يثقل على وزانة الحلف ومعناها لازم بناء ضروري يسحب قواته لكن الخارجية الأمريكية أو الدفاع الأمريكي البنتاقون يقول اللي جرى هو فقط تغيير أسماء يعني إحنا شلنا عناوين جنود خليناهم صرنا مستشارين ماكوش اسم انسحاب حقيقي وهذا ينطيك تصور عن شن السبب بتفاوت التعبيرين بيانين ما بين المشتركة العراقية والبنتاقون شن القضية جماعة انسحاب له تبديل أسماء بس نعم هو بالحقيقة أو كترشيق ماكو انسحاب وبالمناسبة هم ينتظرون اكتمال آليات التنافذ بين الترويكا الإقليمية بين مصر وبين العراق وبين الأردن كجيوش ستنتدب ضمن الإرادة الدولية لحماية ما يطلق عليه بالإقليمية الدولية الجديدة التي فيها تحضر منظمة غلاث الشرق المتوسط ومنظومة التحالفات الأمريكية أي بمعنى أنه سيكون هناك اعتمادا على قدرات الدفاع الذاتي للدول الحليفة مسنودا بالناتو وهذا هي ترشيد الإنفاق يعني العراق جزء من خطة عسكرية عالمية العراق جزء من خطة عسكرية عالمية ناس رضت بالانسحاب ناس مرضت هذا الأمر ماشي وليس تقليمية فقط وليس تقليمية فقط وبالمناسبة العراق ماضي بهذا الاتجاه وحتى حينما نقول أن الجيوش التي ستتكامل بين مصر وبين العراق والأردن ربما تشكل نواة وإن عدة ترويكا ثلاثية في بعد عسكري لكنها قد تشكل نواة للتحاق بقية الجيوش وفقا وفق مبدأ التنافذ سنحتاج المملكة العربية السعودية بشكل كبير جدا في هذه المعادلة لما تم تلك بالترسالة تسلحة أسلحة عالية جدا يعني على حد هذا الكلام عدم الانسحاب الأمريكي ما لا علاقة بقدرة العراق على الاعتماد على نفسه أكو خطة أمن عالميا جزء من عدها العراق وإلا العراق قادر أنا أسمع لك تصريحات أستاذ أحمد تقول بعدنا ما قادرنا على وإلا ليس يصير بخانقي الذي يصير ليس يصير بمكحون الذي يصير ليس يصير بحمرين الذي يصير تمام؟ بحدنا ما قادرين رغم عدنا جهاز مكافحة الأرهاب متقدم هو أكو فارق أكو فارق في ميدان المعركة نقرأ التحديات تارتين ضمن الإمكانيات إمكانيات المواجهة والاشتباكة البرية متاحة والمهارات القتالية وإرادة القتال حضرة في الميدان ولكن في الحروب التقليدية لا بد من حضور البعد التقني وجهد التقني من غيب الجهد التقني وتعزيز قدراتنا القتالية بقدرات تسليحية تقنية هو الفساد وسوء الإدارة الفساد وسوء الإدارة لا زال مستمر وهناك إصرار على المنتظم السياسي أن نبقى في دائرة الإسفاف في دائرة الفساد وسوء الإدارة أي بمعنى أن نبارقة الأمل حتى نمتلك قدرات دفاع ذاتي ونحقق اكتفاعا ذاتيا من الاعتماد على الأطراف الأخرى كانت القيمية والدولية بات احتمال مستبعد يعني جهاز مكافأة الإرهاب مدربة كل قوات محلولة جوال من الذي فشل في تأمين أسطول جوي لجعله قوات جواله تشكل ضده النوعية لنشاط داعش والفساد وسوء الإدارة وعليه إحنا ما كنت نحن عندنا أسراب الآن بدليل المتحدث باسم المشتركة طلع قبل كم يوم لا أعتقد يحيار رسول شير قبل كم يوم تغريدة إلى ويطلع بها طيران التحالف الدولي شلون يتمكن وانت جنابك تتحدث دائما عن الرصد والاستمكان شلون يستمكن داعش إحنا ما عندنا هاي القابلية على الاستمكان لداعش ما عندنا فضاءات واسعة ما عندنا أقمار صناعية تكشف تمام؟ وعليه إحنا بحاجة لوجود التحالف الكلام اللي يسمع لعدم وجود التحالف والتهديد بوقاءة والتهديد باستهدافة شنو؟ جزء من خطة شنو؟ العفو السؤال وضح للسؤال يعني أقول وسط هذه الحاجة للدعم التحالف الدولي أكو تهديد لاستهداف هات التحالف بالديوانية قبل كم يوم وبابل وبقاعدة أعتقد قاعدة حدودية أيضا موجودة استهداف للتحالف الدولي والأمور شغالة هاي الخطة شنو؟ إذا أكو خطة دولية عالمية هاي الخطة شنو؟ هذه بالحقيقة التوازنات الإقليمية التي لا تقبل بوجود أمريكا وإحنا عدنا تقاطعات الآن بالمناسبة يعني أيضا مع الحديث عن منظمة غاس شرق المتوسط وما يطلق عليه بالناتو العربي الإقليمي هناك ضد نوعي إقليمية لا يرغب بهذه المعادلة ويجد أن وجود قوات دولية أيضا تؤثر على ما يفترضه كمجال حيوي يعني على سبيل المثال سنجار سنجار التي كانت في يوم ما آمنة ولم تكن تحت الضوء حتى إعلاميا أو سياسيا أو حتى استراتيجيا اليوم باتت بؤرة لصراعات إقليمية ودولية والكل يطمح بالسيطرة عليها إقليميا ودوليا هذه بالحقيقة تغيير في إدارة الصراع ومتغير في استحقاقات إدارة الصراع نحن في المعادلة كيف نحقق ضمانة وحصانة لجبهتنا الداخلية باستثمار الموارد إقليميا فشلنا يعني إقليميا من اعتمد على هذه الدولة أو تلك ما وجدناها قادرة على أن تحقق لنا ضمان لأمن الجبهة الداخلية والخارجية ولذلك الآن نقول أنه من واجبنا أن نتمسك بجراءات الدعم حتى نؤمن بيئة آمنة لبلدنا ما عدنا هاي الإمكانية يعني أنا هسا إذا تسألني تقول لي فيه حمرين أدخل جهاز مكافحة للإرهاب أقول لك مبدئيا يدخل في منطقة قتل وإحنا ما عدنا نستعداد أن نكثر عدد العرامل والأيتام أو نستلزف موارد للقتالية الوطنية تقول لي أدخل القوات الخاصة للبيش مرقة أقول لك أيضا صعب لأنه من رح يدخل رح يكون في منطقة قتل بالنسبة لداعش الحال أن أعالي جوا معالجة الجوية محدودة فلابد من إيجاد دعم أما الحليف المحلي أو الحليف الدولي نجد أن الحليف المحلي يتاجر بقضياتنا في حين الحليف الدولي لديه مصالح يستثمر في قضياتنا فمن يتاجر بالقضية ليس كمن يستثمر هؤلاء على سبيل المثال فرنسا الآن تدخل للاستثمار في الغاز ما إحنا دعنا نحرق الغاز دعنا نستثمر بالوجود الفرنسا بالأجل دعمنا في طائرات سمتية حتى نستطيع أن نقاتل في حروب جبلية حرب عصابات وما إلى ذلك فالبعد هنا حاضر هذه الصراع الأقليمي والدولي نحن ندفع ثمن على مستوى مشروعنا الوضع لكن رئيس الوزر القائد العام للقوات المسلحة يعني ماضي بالمصالحة مع القوات الأمريكية والمستشارين غيروا أساميهم لتغيرهم إحنا متعاونين وياهم لكن أكو وجود ثاني مريدهم يتوعدهم بالدرون وبالكاتيوشة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الجيش العراقي القوات الأمنية قادر على فرض كلمتها برأيك سلاحها قادر سطوتها الأمنية والعسكرية قادرة لا بالحقيقة هو إحنا هذه مشكلة صانع القرار السياسي في خضوعه إلى الابتزاز السياسي أولا هذا الابتزاز غير صحيح لأنه على سبيل المثال خلنا نفترض إيران إيران تفاوض الولايات المتحدة في بينا وتقاتلها في العراق ليش؟ لها شاشة ورخاوة الوضع في العراق وحتى في سوريا فإحنا عندنا التوازن الإقليمي قلق جميل وبالنسبة إلى صانع القرار السياسي حينما يتمسك يفترضا يوضح للرأي العام العراق يقول أنه إحنا إمكانياتنا محدودة وإحنا ورثنا الفساد من الحكومات السابقة فما عندنا استعداد أنه إحنا نفرط بأبناء أن ندخلهم بالميدان ترى ما كان دخول داعش عابر إحنا فقط عدنا ضحايا مدنيين في نينوة 42 ألف هذه حروب طويلة الأمد ما ننطبه هذه خسائر شهدائنا إلى الآن ما أنتشناهم من تحت العنقاض ندخل في تحدي جديد فهذه التوازنات والصراعات الإقليمية لابد أن ندفعها ونصل إلى حقيقة مؤدهة أنه يوجد ثابت وطن ويوجد مصلحة عليا للدولة العراقية تعالوا نتفاهم على هذه القضية ونعتبرها مشتركة للنزاع بين الفرقاء السياسيين ما دون ذلك هو بالحقيقة ارتماء في أحضان مشاريع أقليمية ودولية تخلي بلدنا ساحة لتصفية الحسابات وما يحتمل بعد بلدنا لا الشعب يحتمل مشاريع مشبوهة ولا الميدان العسكري والأمن يحتمل طالما ربطت السياسة بالأمن أسألك سؤال أخير تأثير السياسي للحكومة المقبلة أنت ترى تداعيات هذه الحكومة والتأثيرات والصراع عليها والوصول الصدري لسدة الحكم قد نكون على مشارف وصول صدري ورئيس وزراء صدري شلون تتوقع طبيعة الأمل والعلاقة الأمنية مع الخارج تكون إذا كان هناك حضور صدري على مستوى رئاسة الوزراء وقيادة عام قوات مسلحة دعنا بالتحليل نتخطى البعد الشكلي للحكومة الحكومة القادمة ستفصل على مقاسات التوازنات الإقليمية والدولية منظمة غلاث الشرق المتبسط الناتو العربي لماذا؟ لأن هذا دور معاد ومرسوم من قبل الإرادة الدولية في نظرها إلى منطقة الشرق الأوسط وما يتعلق بأمن الطاقة وأمن الحلفاء لذلك ستفصل الحكومة القادمة على مقاسات التوازنات الإقليمية والدولية حتى وإن تعثرت الإرادات المحلية في إيجاد البديل فأحنا أمام خيارين لا ثالثة لهم أما الأغلبية التي تمضي باتجاه المشروع المقبول دوليا والمؤيد من الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو احتمال أن تكون هناك تدويل والتدويل يفتح الاحتمالات على مصرعيها ربما تكون حكومة الطوارئ أو حكومة الإنقاذ هذه كلها وارد لأنه لن تترك الإرادة الدولية العراق بوصفه عقدة استراتيجية مهمة في أمن الطاقة وفي أمن الحلفاء في أمواج متلاطمة من النزاعات الأقليمية وضع الأستاذ أحمد الشريفي الخبير الأمني والستراتيجي كنت معنا شكرا جزيلا إليك أدلة وردود وخصوم قضائية تعد الأهم منذ عقود السلطة القضائية الأعلى في العراق أجلت حسم دعوة الفتح التي طعنت في دستورية الانتخابات ونزاهة نتائجها فيما تنتظر العملية السياسية حسم القضية للمضي في عقد البرلمان الخامس وتشكيل الحكومة إن شكلت التفاصيل في هذا التقرير جلسة إلغاء الانتخابات بدأت متأخرة ساعتين عن موعدها المحدد واستمرت لأكثر من ساعة دون حسم للدعوة اتقدمهم محام الإطار قياديون في تحالف الفتح يحضرون الجلسة وعلى الجبهة الثانية يقف موكل مفوضية القضاة ليرد على الأدلة واحدا تلو الآخر لكن أجهوبة الموكل لم تكن مقنعة لقادة الإطار الذين لجأوا إلى تأجيل جلسة سي ألف في الجلسة الأولى ذكر وهذه الجلسة أيضا في لائحاته ذكر أنه جهاز السي ألف مجرد جهاز عرض نتاج لكن اليوم استعرض أمام المحكمة أدت عمليات وتم تحديثه وتطويره من قبل الأمم المتحدة قبل أيام من العملية الانتخابية أكثر من سبعين ورقة قدمها تحالف الفتح ضمن لائحة جديدة يقول التحالف إنها تتضمن أدلة على التلاعب والتزوير في النتائج تتعلق بعضها بنظام سي ألف وجهاز قراءة النتائج لكن محام المفوضية نفع وجود أي خلل أو تهديد بما يخص الأجهزة وعرض أدلة المفوضية أيضا أعتقد أنه حصل تناقض في موضوع مهم اللي هو أهم إشكالية فنية ارتكبتها المفوضية على المستقل الانتخابات بما يتعلق بالنتائج هناك برنامج يسمى سي ألف دعا الوكيل المدع عليه بأن هذا البرنامج هو يقتصر فقط على أرض النتائج يعني هذا في الجلسة الأولى واليوم هم أكد على الموضوع لكن بعد شرح لهذا البرنامج بناء على أسئلة قدمها ووكيلنا وكذلك المحكمة وجهت لهذا السؤال حدث هناك تناقض من خلال ما أدلاه من معلومات بأن هذا البرنامج هو متعدد الغايات في المحاصلة تزوير الاقتراع من عدمه لم يثبت أو يحسن في الجلسة وإلى موعد جديد حيث أرجأت أعلى سلطة قضائية البتة بالطعن في النتائج يترقب العراقيون مصير أول انتخابات مبكرة من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ جاسم الموسي ومرحبا بك أستاذ جاسم في عين على الأسبوع الفتح ماضي مثل ما تشاهد يا مرحبا بك الفتح ماضي بطعونة أقول طعونة السبعين ويقول عندنا طعونة أكثر من هذه السبعين لكن للمؤشرات تقول خاصة مؤشرات القضاء ومؤشرات حتى المفوضية ومحامي المفوضية يقول لحد الأول أن الجماعة ما قدموا أدلة صلبة مثل ما يسميها القانونيين على وجود تلاعب وتزوير ولهذا يمكن رح نتأجل إلى أكثر من يوم 22 أولا تحية لجنابك يا مرحبا وتحية إلى مشاهدي قلاتكم الكريمة بكل تأكيد هناك فرق يعني كمتخصص عنك كمحامي فرق بين الدليل والدالة الدالة ما قدم ودالة بمعنى أن هناك تلاعب حصل نتاج الانتخابات تفاوتة عدد الأصوات السؤال الأهم أن المحكمة الاتحادية لديها يعني تملك شرعيتين تملك شرعية المصادقة وتملك شرعية إلغاء الانتخابات أو التصديق على جزء من الانتخابات بمعنى تصادق على جزء من الأسماء وتبقي الأخرى التي عليها شكوى طبعا الإطار مستمر يعني والفتح بتحديدا مستمر بتقديم ما لديه من دفوعات وبكل تأكيد هذه الدفوعات لا يمكن أن تتجاهل المحكمة إلا إذا كانت دفوعات نظرية يعني لا تموت بصلة إلى واقع ما يجري هل فعلا كان هناك تزوير بالأجهزة أم كان هناك تزوير متعمد من أشخاص على الأجهزة أم كان هناك خطأ كبير وقع في الانتخابات لذلك نعم قد نصل إلى تأجيلات أخرى وهنا نذهب إلى التقعيد القانوني وليس إلى التكييف القانوني بمعنى التقعيد القانوني هو التقديرات السياسية لما ستقول إليه نتائج المصادقة أو عدم المصادقة بينما التكييف القانوني هو الجزم بعدم موجود أدلة دامغة وبالتالي كل ما تقدم لا يعتبر دليل قطعي يدين ما جرى من تزوير في الانتخابات اللي يقدم للفتح والإطار بصورة عامة من خلل من تقارير من المؤشرات اللي قدمتها الشركة الفاحصة إلى آخره اللي هي أكثر من سبعين مقتنع جنابك بيها بعد ما قرأتها واطلعت عليها لو مثل ما تقول الهيئة القضائية للمفوضية كل ما حصل هو عبارة عن بعض الإرباكات الفنية والإرباكات الفنية المحكمة الاتحادية ما لها علاقة بيها لا هو أساسا كتزوير أنا كمراقب أيضا أقول هناك رابح أكبر وخاسر أكبر وهذا واحد من اليقينات التي تجعلني أشكك في نتائج انتخابات لا يوجد خاسر ورابح كالانتخابات السادقة تجد تجريف حقيقي إذا أخذ لك نموذج على سبيل البثال الحكمة لديهم تنظيم وأموال وصرفيات ونوادي وتنظيم في الانتخابات ولم يحصلوا إلا على أعتقد مقعدين أو ثلاثة مقاعد بمعنى هناك من لعب في الانتخابات أو كتل لعب هذه النقطة طبعا النقطة الثانية يعني عدد الأصوات لكتلة معينة مع عدد الأصوات لكتلة أخرى حتى في خارج المناطق الشيعية أكبر بكثير مما حصل لا تقول لي تنظيم أقول لك نعم تنظيم هنا ولا يوجد تنظيم بالمناطق الأخرى بكل تأكيد هناك ثلاثة يعني عوامل لعب الدور كبير في أن هناك دليل التزوير أولا العطل المتعمد أعتقد ولا أعتقد غير متعمد بالأجزة في الفترة الصواحية الأولى للعراقيين الشيء الآخر والثاني هو أن التطابق ما بين العدوى الفرز لبعض المحطات اليدوية والإلكتروني كان غير متطابق والنقطة الثالثة والخطيرة أن صناديق الاقتراع لم تغلق بنفس التوقيتات والنتائج التي ظهرت بكل تأكيد تشير إلى تزوير الآن أخوة مو طرف بالمرشحين لو مع أي كتلة يشهد الله بس طبعا هناك تزوير عندما تقول زين أنت هذا جنابك هذا تحليلك أستاذ جميل هذا تحليلك أستاذ جاسب زين شنو رأيك إذا أقول لك الشركة الفاحصة بعد ما قدمت الأشياء هذه كلها بعض الخلل رغم أنه هي تراجعت وقالت لا أوكي الانتخابات العراقية نزيها لكن كل هذا ما قدم إلى البرلمان ومن بعد ما قدم إلى البرلمان يوم أربعة كان معطل يوم سبعا حل البرلمان يعني المحكمة الاتحادية رفضت إدخال البرلمان كطرف هذا شنسمي الكلام من المحكمة الاتحادية رفضت قالوا لطب بولي البرلمان كطرف لا هو طبعا لا وهذا طبعا ضد الإطار لا هو من حق المحكمة لا هو المحكمة الاتحادية من حقها أن ترفض أن يكون طرفا ثالثا وشما الطرف الثالث هو البرلمان باعتبار لم يكن هناك أي قرار قد اتخذ من داخل البرلمان على ظوء التقرير الذي ظهر من الشركة والشركة لديها تقرير في فصلين الأول تحدثت عن إمكانية التزوير وحتى بعد المسافة والثاني تحدثت عن المعالجات وهذا طبعا بكل تأكيد سمعرف هو موقف فني سياسي المحكمة الاتحادية لا تستطيع الآن أن تتجاهل بشكل كبير وواضح ما يجري من طعون ليش رفضة المحكمة الاتحادية إدخال البرلمان كطرف ليش رفضت باعتقادي لسبب مهم جدا أن الأدلة الموجودة لديها تكفي لإجراء عمليات جلسات مستمرة للتحقيق لما جرى يعني لا قيمة للطرف الثالث أكثر من القيم التي قدمها العطار والفتح وبكل تأكيد هناك أيضا جهات أخرى قدمت لذلك المحكمة لا تستطيع بالمناسبة لا تستطيع أن تجتهد برفض دليل إذا كان هناك دليل قاطع هي رفضت لأن لديها طعون كثيرة وسأعطيك مختصر لجملة معينة أن هذه المحكمة سوف لن تتمكن من أن تحسم هذه الطعون بوقت قريب لكثرة هذه الطعون ولا تستطيع أن تتجاهل الطعون لأن حيادية المحكمة حيادية يجب أن تكون واضحة ويعول عليها وبالمناسبة هذه المحكمة تسمى في علم السياسة والقانون تسمى المحكمة التطبيقية أي أنها لديها السلطة على التنفيذ والتشريح لا كل رغم هذا ما قالوك سلطتها على جزء المفوضية جزء من السلطة التشريحية بضغط أتفق إياك وكثيرين يتفقون مع هذا الكلام بنفس الوقت محامي الإطار يقول عدم إرسال تقرير الشركة الفاحصة إلى البرلمان يخالف قانون الانتخابات تعرف على ما استنده أستاذ جاسم؟ ما استنتجه من هذا الكلام؟ يقولون هذا كله يخالف القانون الدستوري الذي تمشي عليه الانتخابات ولهذا يشككون حاليا بدستورية إجراء الانتخابات تلاحظ سقف المطالب كيف نرتفع؟ من حقهم؟ شوفوا أول شيء قانون الانتخابات مخالف للنظام البرلماني لا يوجد انتخابات تجري بدوائر صغيرة لا تنتخب مدير ناحية له ومدير قضاء أنت جاء تنتخب حبيبي ممثل الشعب العراقي عفلة من هذه الطائفيات خدرحتي بالمنطق اللي هو 100 ألف هذه نقطة نقطة ثانية هم نفسهم ذولة اللي الآن معترضين هم اللي وافقوا على قانون الانتخابات وعلى تمرير هذه الأجهزة ووافقوا على مفوضية انتخابات بها أكراد وبها سنة وبها شيعة تقسيم يعني مقسمة ووافقوا على إجراء الانتخابات المبكرة دون أن تكون لديهم استعدادات لوجستية لذلك نعم أنا أفهم أن من يتحمل المسؤولية الأكبر فيما جرى من تزوير في الانتخابات هي نفس القوة التي تشتكي من الانتخابات أو قدمت شكوى وطعون من الانتخابات وعليه ليش كل ذلك نطلع من نسمع كلام معينين يقولون أصلا المحكمة الاتحادية مو من حقها استلام الطعون ليش مو من حق الاستلام الطعون ومنظري الإطار يقولون من يملك الجزء يملك الكل قاعدة قانونية واضحة جدا ليش مو من حق الاستلام صحيح صحيح قالها وقع قانونيا أولا هي تسمى المحكمة العليا هي المحكمة العليا طالما أنها العليا استندوا على أن هذه المحكمة الهيئة القضائية لم تأخذ بطعون التي قدمت لها من قبل الطاعنين في الانتخابات لذلك يسمى الآن تمييز أو تدخل تمييزي على قرارات اتخذتها الهيئة القضائية مخالفة لما أراد أن يصل إليه الطاعنون أو الطاعنين بالانتخابات الآن نتحدث أن المحكمة الاتحادية العليا تملك الصلاحيات في الرد والطعن والتمييز وإلغاء الانتخابات والمصادقة على الانتخابات وخاف واحد يطلع بالإعلام ويقول مذالغة الانتخابات نروح النظام ديكتاتوري لا حبيبي نعود إلى مادة دستورية لرئيس الجمهورية خلال ستين يوم أن يدعو إلى انتخابات جديدة ستقول لي المفوضية نفسها أقول لك الدعوة لم تقدم ضد أشخاص المفوضية الدعوة قدمت ضد الأجهزة والمعدات التي استخدمتها المفوضية التي ساعدت على التزوير حسنا ربما التزوير بالمناسبة حصل من مدير عام ما دون المفوضية من موظفين لا أعرف يعني لكن كمفوضية وكأشخاص هذا كلام أستاذ جاسم يعني ضد الأجهزة الأجهزة جامعة ذات يعني ضد المفوضية هنانا رح ندخل بإشكالية تأثير السياسة على القضاء إشقد نسبة التأثير وهي محكمة اتحادية وكل القوى السياسية تطلع تقول نثق بحكمة القضاء العراقي لكن بعدين يطلعون تظاهرات وناس توافق وناس متوافق من اللي يثق ومن اللي ما يثق إشقد نسبة التأثير السياسي على القضاء لا لا أولا لا يكون هناك تنظير من قبل هذه القوى السياسية نحن نثق بالقضاء العراقي ويتمردون على القضاء العراقي هذه محكمة لها أنا أعتقد السيادة والحيادية نعم هناك تأثير طبعا لأن الانتخابات بالمناسبة في العراق انتخابات ذات بصمة سياسية ومن انتخابات ديمقراطية بالشكل اللي تقول عليها ديمقراطي تجري بأعراف سياسية أكثر مما تجري بالأعراف الدستورية المحظم طبعا طبعا أحسنت 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 والدليل على ذلك أن هذه الانتخابات دائما تسبقها أحداث إقليمية ودولية تؤشر إلى أين سنذهب يعني إلى شكل الحكومة نوع الحكومة ميول الحكومات النتائج الانتخابات نعم هناك تأثير سياسي داخلي وأقليمي ودولي ولكن أعتقد المحكمة هي المرتكز الأخيرة المتبقى بالدولة العراقية لشفافية وحياة جمع هذه خليني أسألك سؤال أستاذ جاسم معذرا عن المقاطع وعن التأثير السياسي إذا القضية كلها متعلقة بالمحكمة الاتحادية وننتظر الكلمة الأخيرة منها ليش نشوف المقدمين اللي الطعون يروحون يتباحثون ويالصدر يتباحثون ويالسنة يتباحثون ويالكرد على شكل الحكومة المقبلة هذولا مو يمهم الكلمة الأخيرة لأنه نزأت الانتخابات من عدمها يم المحكمة الاتحادية ليش يسبق كلام المحكمة الاتحادية بترتيب أوراق سياسية برأيك؟ لا ما هو اتباع سبيلين الأول هو الإجراءات القانونية والثاني هو فن التفاوض يعني قصدك خاف نخسر بالانتفاضات والمحكمة الاتحادية ما تصيروا إيانا إحنا مرتبين أرسل سياسيا لا أريد أصلك إلى نقطة في غاية الأهمية وهي معلومة وليس التحليل أن الأخوة في التيار يقولون نحن رقم واحد وأنتم تلعبون الأدوار ثاني وثالث ورابع وهم يصرون على أنه إذا خسرنا في قرار المحكمة الاتحادية عليكم أن تستوعبونا جميعا في محطة السلطة هذا هو اللي يجري واضح جدا أستاذ جاسم المسوي المحلل السياسي من بغداد كنت معنا شكرا جزيلا إليك في منفنا الثالث مشاهدين وبهدف إنصاف المتظاهرين ورفع الحيف عنهم عقدت في بغداد ندوة حوارية الأسبوع الماضي لمناقشة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد ناشطي تشرين وسط مطالبات بإلغاء جميع تلك الدعاوى تفاصيل أو فنتابعها في هذا التقليل أصوات حرة ندوة حوارية أقيمت في بغداد لمناقشة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد محتجي تشرين عدد الدعاوى بلغ مائة واثنتين وعشرين فيما بقيت دعاوى في طي الكتمان ربما تفوق المعلنة هم قدروا يوصلون إلى مائة واثين وعشرين من هذه الدعاوى اللي قدمت وهو العدد أكثر من هذا بكثير لأن عدد غير قليل منهم تنعوا عن تقديم خوفا وأيضا يعني ميردون يتورطون في أمام الرأي العام أو تعطى أسامهم وهذه مشكلة عندنا أن المواطن لحد الآن يعني يتجاهل حقوقها وغير يثبتها لأنه يوجد قضايا ابتزازات عديدة منها صار لأننا هنا اليوم في بغداد في هذا المؤتمر نطالب مجلس القضاء على أن ينظر في هذه الدعاوى وأن يجد حل لهذا الدعاوى الكيدية التي استغلت لإسكاة الناشطين وأيضا قد تستخدم ضد المحتجين الأبطال الذين يتصدوا للمسئولية بأن يكون هنا قيد جناع عليهم حتى لا يشتركوا بالعملية السياسية والدخول بالمعترك السياسي والإصلاح من داخل قبة البرلمان أو المحافل السياسية البقية أغلب الدعاوى المرفوعة كانت كيدية بل غاية منها تكميم الأفواه بحسب ناشطين فلم ترفع ساحات التظاهر سوى مطالب مشروعة يكفلها الدستور الحراقي إذا كانت القضية بصفة متظاهر حصرا يعني كجريمة منسوبة إلى كون أنه التظاهر فهذا حق التظاهر هو مكفول وإحنا دائما نأكد كقضاء بأن حق التظاهر مكفول للجميع وسبق وإن أعلننا من خلال مجلس القضاء بأنه لا يوجد أي متظاهر موقوف على ذمة قضية في مطار التظاهر لكن إذا كانت هناك قضايا تتعلق بالاعتداء على المطلقات العامة فهذا الموضوع الجريمة سيكون في إطار مادة قانونية تختلف عن مسألة حق التظاهر إنما تتعلق بالجريمة أخرى مصوصة عليه في قانون العقوبات العراقي المؤتمر صلت الضوء على الحالة الاقتصادية الذي كان يعيشها الشعب العراقي أياما صلاق التظاهرات خاصة أن أغلب المحتجين هم من الطبق المعدمة ولا يملكون تكلفة توكيل محامن والدفاع عن أنفسهم وعلى أثر ذلك لا بد أن يأخذ القضاء العراقي بنظر الاعتبار ما دفع هذه الشريحة للتظاهر في ساحة الاحتجاج ندى المرسومي من بغداد قناة الفلوجة حول هذا الموضوع ينضم إلينا الناشط في تظاهرات شرين محمد عفلوق مرحبا بك محمد في برنامج عين على الأسبوع يمكن اطلعت على الدعاوة المقامة ضدكم أنت واحد من المتظاهرين كنتم مو بس واحد أنت منظم أعتقد فوج مقاطعة الدوام الإضراب على الدوام وكافحة الدوام صح؟ فأنت واحد يمكن من المقامة عليك دعاوة أقل وحد أقل رقم يتحدثون عنه هو 120 محمد شنو الغاية من هذه الدعاوة مستعدين لمواجهتها برأيكم؟ المجد والخلود لانتفاضة تشرين ولشهدائها ولجرحاها الشفاء العاجل ولمغيبيها الحرية والعزة والكرامة تحية طيبة لجنابك أستاذ الكريم ولمشاهديك الكرام أما فيما يخص هذا الملف المهم وشكرا لجنابكم لفتحه في هذه الفترة بصراحة هناك العديد من شباب تشرين من ناشطيها من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اشتركوا في هذه الثورة العفوية الشبابية هناك الكثير من القيود الجنائية أو الدعاوة القضائية التي رفعت عليهم وإلى الآن لا توجد حتى أدلة تثبت أنهم هل فعلا خربوا الممتلكات العامة وفق تصوركم محمد وفق تصوركم من يحرك؟ نعم يعني من له القابلية على تحريك مثل هذه الدعاوة تصل إلى 120 البعض يتحدث عن 120 دعوة والآخرين يتحدثون عن أنها دعاوة كيدية لا أعرف إذا كانت فعلا دعاوة كيدية أم مدعومة بدليل لكن من عند هذه القابلية بتحريك هذه الدعاوة؟ برأيكم منه؟ طبعا هذه المية وعشرين ممكن على ناشط واحد ليس مجموحا يعني التقرير أنا أتفق جدا مع التقرير وتقريبا تناول كل حيثيات هذه القضية ولكن يختلف وياهم برأة يعني أكثر فقط ممكن هذا الرقم ممكن هذا الرقم 120 دعوة قضائية على ناشط واحد يا ستار فكزوا ياي الكارثة هنا أما الدوافع والأسباب فهي لا شك ما تقبل غلط غير أنه هي الضغوط السياسية لإخماد اللي هي بالشارع الغاضب الصاخط على هذه الطقمة السياسية أما الطرائف كثيرة في هذا الموضوع يعني أنا أتذكر أحد الطرائف اللي صارت وياي اللي هي بضمن موضوعكم اللي اليوم طرقي له بأحد المرات أنا كنت مضروب ورايح جاي أريد أرفع دعوة على هاي الجهة اللي حاولت إغتيالي أو إذائي فلما رحت للمحكمة وأنا سابقا كنت بالمستشفى لما رحت اتفاجأت لقيت دعوة جديدة مفتوحة علي بنفس هذا اليوم اللي أنا جاي أريد أرفع بي دعوة على العصابة الميليشياوية اللي اعتدت علي فبعدها ما كان أمامي خيار إلا أن أقدم أدلة المحكمة نفسها من المشتكيشان المشتكيشان هو قائد الشرطة والمنتسبين اللي كانوا يحمون تلك الدائرة التابعة لألحكومة العراقية القضية ما طول جبتها القضية ما نحسمت هنا ما نحسمت رح أرجع لك على هذه القضية القضية ما نحسمت هنا بس رح أقول لك على شون استندوا من أقاموا دعاوة اكتفوا فقط بإغلاقها بالضبط على شون استندوا يعني قاموا دعاوة ضدكم أنت قبل شوية تقول قاموا يدعوا على دائرة معينة والشيء بالشيء يذكر ما طول جبت طار الدوائر وحدة من الدعاوة هي الأعذار مالتها الاعتداء على مؤسسات ودوائر الدولة بأعمال تخريبية حرق واختحام دوائر تابعة للدولة مهاجمة مقرات أحزاب هذه كلها من أدوات الاحتجاج تعتقد له تلفيق هذا الشيء صار إذا صار من حقهم يقوموا دعاوة بتشرين بتشرين هناك حصل بعض التفاهم والتنسيق مع القيادات الأمنية بالمحافظات على حماية تلك الأبنية الحكومية من قبل المتظاهرين هناك أماكن قريبة من ساحات التظاهر ما توصلها قوة أمنية لأنه إذا تدخلها قوة أمنية ممكن يصير احتكاك من هنا وهناك ومندسين وناس أثير فتن إلى آخره فاللي الصد لهذا الموضوع موضوع حماية الأبنية الحكومية هم المتظاهرين وخير متال وشاهد حي وتعطي للدوم اللي أنت أحد أجزاء اللي تسؤولي عنه أنت أيضا أمر فوج مكافحة الدوام موضوع تعتقد هذا عادي ويصير حالة حالة لإضراب يعني أسأل آني بعض الناشطين يقول يا بي شون القضية حرق إطار قطع شارع مرات حجارة تصير قطعت يعني عدم وجود دوام بالمدارس هاي أدوات الاحتجاج عادي تعتقد هي هاي أدوات احتجاج عادي تصير بكل مكان بالعالم أستاذ عبد الرحمن أستاذ العزيز موضوع العصيان المدني أو الإضراب اللي صار اللي قاموا هم طلب وموظفين وهم اللي راحوا وزنجلوا أبواب الدوائر مالتهم وقفلوها إضرابا عن دوام وامتعاضا من السلطة الحاكمة فالموضوع كان جدا احتيادي وهذا شيء معمول بأكثر بلدان العالم المتقدم فلا يمكن أن يكون مادة جنائية يحاسب عليها المضرب عن الدوام وإذا عدم هاي الأوراق فهي موجودة فعلا وممكن بأي لحظة يفتحون هاي الملفات في سبيل يعني مثل ما اتناولها تقريركم هو محاولة اسكات هذه الأصوات الشرسة والعنيدة شلون تواجهوها القانون بالقانون إذا تمشي الأمور باتجاه قانون وقانون منصف فأكيد أن ينصركم الله فلا غالب له الحمد لله وشكر احنا ايدينا بيضة ما ملطخ بدماء العراقيين ولا ملطخ بالمال العام جميل صدقني أفتهم هذا الكلام ولكلي تعاطفون معه عدنا لجان عدنا لجان عدنا لجان قانونية موجودة بالمحاكم العراقية وجزاهم الله خير هم متطوعين يعني بدون بدون مقابل بدون أجر مجرد أن يسمعون أي أحد من الناشطين اعتقل مدحس إلا هم مكومين بالمحكمة وتارسين المحكمة يجيبون ويرجعوه بالقانون احنا ناس زعاد دولة ناس نحترم القانون والدماء اللي أنطيناها من أجل تحييد القانون وفرض القانون على الجميع جميع قبل شوية قلت لي هذه الدعاوة يعني من أجل الإسكات أصوات الحق الشرسة المطالبة برفع الظلم عن المظلومين لكن بنفس الوقت أكو خفوت للاحتجاج بدأ كأن ما ينسي الناصرية هاي الناصرية اللي يقببت العراق النست تقريبا يمكن تشوف أكو إضراب مع المعلمين دوائر دولة عقود لكن راحت النست تعتقد التظاهرات النست كل شيء ممكن يموت بالبلد إلا الخط المعارض إن كانت تظاهرات أو أصوات مناهضة للأنظمة هذا الشيء ما ممكن يندثر ممكن حاليا تعرف الأوضاع السياسية متأزمة وممكن أي تظاهرة تنطلق حال بهذا الوقت ممكن تستغل لأطراف السلطة المتنازعة فأفضل حل في هذه المرحلة هو التريث لحين تشكيل الحكومة وبعد تشكيل الحكومة لكل حادث حديث يعني تريث البعض من يسمعكم تتكلمون بالتريث خاصة كلامكم القديم القوي ثوري كان كلام ثوري يقول لك يا بل الجماعة طبوا يعني عوفك من جماعة الركابي والناصرية تسع نواب لكن البقية طبوا من أقول لك من أقول لك إذا حدثت إخفاقة واحدة من هذه القوة الجديدة رح تشوف الشارع هو طالع من ظاهر عليهم والمشكلة هذه الفئة من المجتمع التي اعتادت على التظاهر الخشن ممكن تكون أكثر قسوة مع أصدقائهم عن أولئك السابقين لأنه السابقين خلص إحنا وياهم سالفتنا يعني واضحة ومبين أما الجدد فهذولا ممكن نكون أكثر خشون وياهم بالأيام ما تنظرون أفهم أفهم شنو معنات تكونون أكثر خشونة لكن نسبة الثقة بهم تعولون على مجيئهم على صعودهم على تغييرهم أكو تعويل هو لا شك لأنه 350 ألف ناخب التي أدلوا أصواتهم لقائمة واحدة فقط فضلا عن باقي المستقلين والحراكات الأخرى التي يتجاوز عددهم المليونين فبالتأكيد هذا الرقم ليس سهل وما أجي اعتباطا لو لم يكن هناك بعض التعويل أو بعض الأمل خلي أقل الأمور أن يكونون جرافات لهذه المرحلة الموقعة تميدا لما بعد هذه الدورة ما يأسي منهم على الرغم من أنه جاهم الكثير من الإحباطات بعدم المشاركة أو لماذا تشاركون وتنزلون وسلطة وتتعرضون للغرقات افتهمت كلامك وكانت بدي الكثير من الوقت حتى نسولف عن الإغراءات التي يتعرضونها كانت بروفا جميل كانت بروفا أستاذ عبد الرحمن كانت بروفا وهذه البروفا سنستفاد منعتها نحن جميل سنستفادون منعتها هم وبالتالي الفائدة للجميع وقلت لك الدور سيكون أشبه بالجرافات في هذه المرحلة الناشط في تظاهرات شرين محمد عفلو كنت معنا شكرا جزيلا إليك في ملفنا الأخير مشاهدين يتصدر العراق منذ أعوام قوائم الدول الأكثر فسادا في العالم فيما تعجز أدوات الدولة العراقية عن إعادة أمواله المنهوبة في الخارج أو الداخل حتى في وقت يترك فيه الباب مفتوحا على مصراعيه لمزيد من الفساد من خلال عدم تقديم الحسابات الختامية للسنة المالية في مؤسسات الدولة للعام الخامس على التوالي يحافظ العراق على صدارة قوائم الدول الأكثر فسادا في العالم فيما تعجز أدوات الدولة ومؤسساتها المعنية بمكافحة الفساد عن استرداد أكثر من 350 تريليون دينار من الأموال المهربة إلى الخارج في وقت تجاوزت فيه نسبة الفقر واحداً وثلاثين بالمئة من العراقيين الإحصاءات الرسمية تتحدث عن نسبة فساداً تقدر ب 150 مليار دولار يراها خبراء الاقتصاد بعيدة جداً عن الواقع فيما تسهم هيئة النزاهة بعشرين بالمئة من قضية مكافحة الفساد حيث تمكنت من رصد أربعة مليارات دولار فقط في مفصل العقارات أما المتبقي من تشخيص أوجه الفساد فيعيقه تنفذ الفاسدين المشكلة أن الأموال المهربة خارج العراق أموال كبيرة تقدر بأكثر من 350 مليار بحسب بيانات رسمية وتصريحات لكبار قادة المشهد التنفيذي في العراق تحدث رئيس الجمهورية رئيس الوزراء عن أهمية استعادة هذه الأموال العراق حقيقة بحاجة إلى تفاهمات سياسية داخلية وبحاجة إلى اتفاقات مع دول خارجية لاستعادة هذه الأموال المشكلة في العراق أنه عندنا الفساد السياسي هو المستشري بشكل أكبر فالحماية السياسية للمفسدين للفاسدين تعرق العمل الأجهزة الرقابية وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد أعلنت وزارة التخطيط عدم وجود حسابات ختامية للعام الحالي لعدم وجود برلمان فاعل لإقرارها وعدم وجود حسابات للسنوات السابقة يبنى عليها الأمر الذي يترك الباب مفتوحا على مصراعيه لمزيد من الفساد في ظل عدم معرفة حجم الإرادات والنفقات التي أنفقت فعلا والقطاعات التي استطاعت أن تنفذ المشاريع الموكلة إليها وعدد المشاريع المتلكئة وعبر قراءة لأهم بيانات وتقارير هيئة النزاهة فإن دوائر التسجيل العقاري والقمارك تحتل المراتب الأولى في الفساد من خلال التعاطى الرشاوي ورغم التوجه الحكومي بتشكيل مجالس تحقيقية لملاحقة الفاسدين لكنها لم تأتي أكلها إذ أنها لم تضع أيا من حيتان الفساد خلف القضبان إذا نقدرها بالأموال بحسب تصريح الرئيس الجمهورية بحدود 150 مليار دولار لكن هذا رقم غير حقيقي أعتقد مضاعف لأن هذه الأموال نمت تضاعفت حينما تم غسيل الأموال وسرقتها وتحويلها لعقارات أو مولات أو شركات خارجية وداخلية نمت هذه الأموال لذلك فقط نحن نقدر الفساد في العقارات فقط اللي ما زال بعضه قيد التحقيق بحدود 31 ألف عقار لحد الآن مستولى عليه بحدود 450 مليار دولار المحاصصة السياسية والطائفية أسهمت في تعميق الأزمة المالية والاقتصادية فرغم الأدلة الواضحة في عدد كبير من ملفات الفساد المتراكمة فإنه يجري التحفظ على أسماء الفاسدين أو المتهمين بالفساد اذ تجابة لرغبات كتل سياسية متنفذة ندى المرسوم من بغداد قناة الفلوجة الشكر موصول إليكم أيضا المشاهدين الكراب على حسن المشاهدة وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر